مساء الخير يوم من القصف المجنون شهدته المناطق الحدودية والذي تزامن مع زيارة البطريارك الراعي إلى الجنوب والذي دعا إلى الصمود والبقاء رافضاً الانزلاق إلى الفتن والمكائد واللافت اليوم اللقاء الذي جمع رئيس الكتائب النائب سامي الجميل بمساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى بربرا ليفا حيث شدد رئيس الكتائب على ضرورة منع أي تسوية على حساب لبنان مشيراً إلى أن حزو الله هو الذي يعطل الانتخابات الرئاسية بعدما أخذ لبنان رهينة مصالحه الخاصة ومشروع راعيه إيران في المنطقة نبدأ النشرة من لقاءات رئيس الكتائب في الولايات المتحدة الأمريكية